احبائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدارف حياة مسيحية نسعد بلقائكم باستمرار نتكلم على موضوع السؤال بتاع النهاردة وسؤال جميل جدا عجبني خالص السؤال بيقول ايه لان السؤال قوي وحلو وعميق هي واضح انها واحدة ست لكاتبة مش مختنعة انا مش مختنعة بشكلي وبتكسف حد يصورني انا هجاوبك وفي نفس الوقت هغير حتة صغيرة كمان انا مش مختنعة بنفسي يعني الموضوع الشكل هكلم فيه وانتكلم كمان لان ممكن يكون الانسان مش مختنع بسنه مش مختنع بوظيفته مش مختنع بشخصيته وحاجات كتيرة فانتكلم في حتة السؤال عميق وجميل خالص نشكركم طيب انا هقولك قصة حقيقية وانا شفتها بنفسي واتأثرت بيها جدا وحسنت ان ربنا بعت هذه القصة عشان اقولها في يوم الايام وانا قلتها بالكده في بنامج اغابي عن واحدة انا شفتها في مطار اميسر دان انا كنت تاركة بالطيارة مش فاكرة كنت مسافر فين وبعدين البنت امورة جدا كشكل وصغيرة في السن في العشرينات ومعاها جوزها او خطيبها وخارجين من الطيارة اللي قبل بناها كبهوما الاثنين ماشيين والبنت ما عندهاش شعر في المغا خالص خالص تمام ما اسهل وما ابسط انها تجيب باروك صح يعني امر بسيط جدا واحدش ياخد باله لكن هي فخورة جدا بنفسها خارجها من الطيارة هي وجوزها ومنتهى الثقة في النفس ومنتهى السعادة ومنتهى البسمة على وشها وما فيش ولا شعرية خالص ربنا ايش فيها يعني لأي مرض عندها إنما فخورة بنفسها عشان ربنا يعلمني حاجة أقولها للناس قد إيه الإنسان لما يبقى فخور بنفسه ما بيجملش ما كان أسهل جدا أنها تلبس باروك لا هي كده وهي عجبها حالة بطريقة ده جميل جدا أن أنا أقابل نفسي زي ما أنا وأتكلم عن نفسي منتهر وضوحه صراحة ده سني دي شغلتي دي وظفتي دي شاهدتي واللي عايزني زي ما أنا كده ويقبالني ويقبالني زي ما أنا هو ده أنا من أقبل حاجات اللي تعلمناها في المعهد الهولندي في الكورسات الـ NLP إنها الإنسان إزاي يقبل نفسه يبقى فخور بنفسه حلو إن أنا عايز أتغير للأفضل ده شيء طبيعي كويس لكن أنا بقبل نفسي زي ما أنا أنا حابب نفسي زي ما أنا واللي عايز يقبالني واللي عايز يحبني يحبني زي ما أنا بالضبط فجزئية دي مهمة جدا إن أنا مكسفش من حد أي أن كان الظروفي هو ده أنا فخور إن أنا كده أنا فخور إن أنا وصلت لحاجة الفلانية واحد يقول لك أنا أتكسف وأقول بابا شغال مش عارف لا ده أنا فخور إن بابا كان راجل فقير على قد حاله إدري يعلني وإدري يربيني وإدري يوديني الكنيسة وإدري يكبرني وإدري يصرف علي رغم الظروف دي كلها أنا فخور أنا كتير ما أطلع في تلفزيون أو لسه كنت قرأي في التلفزيون هولندي أو تأسف في الجريدة هولندية وبعند يقول أنا إن شاءنا كنا خمس إخوات وأب وأم وتيتا يعني تمان ضفار قاعدين في شقة غرفتين وأنا فخور إن أقول كده فمهم جدا إن الإنسان يقول الكلام ده يبقى فخور عن نفسه ومش بيجمل نفسه عشان غيره فتخيط تذكر معايا صورة الست ده هي اللي خارجها من الطيارة أمورة جدا مش هتلاقي حلو جدا إنه في العشرينات ومعندها الشعر ومش حط طولة بروكة اللي عايز إقبالي زي ما أنا أنا كده أنا فخورة بنفسي كده فأرجوك اقبل نفسك عايز الناس تقبلك اقبل نفسك الأول عايز الناس تحبك حب نفسك الأول عايز الناس تحترمك يحترم نفسك الأول ويكون فخور وأكتر حاجة تخليك فخور إن أنا كنك إنت ابن الملك وإنتي ابن الملك فإزاي كون أنا ابن الملك وإنتي ابن الملك وامشي مكسوف عشان اي حاجة لا انا فخور كفية ان انا ابن الملك ده يكفيني بس الكلمة دي تخليني اطق في نفسي واقبل نفسي واحبها شكرا لسؤالكم الجميل ده ونتقابل الحلقة جاء ان شاء الله